كذبت حركة حماس ادعاءات جيش الاحتلال وجود عناصر من المقاومة في مكان استهداف النازحين في مواسخ نيونس قالت إن تلك الادعاءات هدفها تبرير الجرائم البشعة وضفت الحركة في بيان أن عناصرها لا توجد في أي تجمعات مدنية ولا تستخدم أي من تلك الأماكن لأغراض عسكرية وأشرت حماس إلى أن الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة هو تأكيد على مضي حكومة نتنياهو في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بحسب وصفها ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية للاطلاع بمسؤولياتهم في وقف ما وصفته بالمحرقة المستمرة منذ 11 شهرا اشتركوا في القناة